بسم الله الرحمن الرحيم بنكمل اليوم في يعني سرد والحكاية عن القصة في الهند وتقدمها وتحركها في اتجاه المستقبل السؤال اليوم الحقيقي اللي بيشغلنا ان ازاي الهند برغم هذه التحديات الكبيرة على المستوى الديني والعرقي وعلى المستوى الجغرافي وعلى المستوى الديمغرافي اقصد عدد السكان ورغم كل هذه المشاكل نجحت انها تصبح الاقتصاد السابع عالميا وانها تصبح احد القوى النووية الكبرى في العالم وتمتلك برنامج فضائي وصاروخي لو شفنا اولا على مستوى التنوع الديني والعرقي يعني انت عندك مزيك من كل الاديان والاعراق والمذاهب والدين الواحد في داخله عديد المذاهب في هذه البلد القارة الكبيرة يعني مليار وربعمائة مليون بالغين التنوع على مستوى الديني وطبعا دي اي واحد سياسي او دارس علم الاجتماعي يدرك صعوبة ادارة هذا التنوع المختلف والمتعدد في الاقليم فهذه تحدي طبعا كبير جدا لو قرننا بدول مثلا زي العراق التنوع الديني فيها او اقل من الهند ولكن الان شايفين الحالة العراقية وانقررنا بالحالة التنوع في الهند طيب على مستوى السكان انت بتتكلم في التنمية وتوفير فرص وعمل لمليار وربعمائة مليون وايضا تحدي مش بسيط ايضا على مستوى الافكار القديمة التراث الهندوسي ممتد من 3000 سنة ما قبل الميلاد يعني لكم ان تتخيلوا به افكار ان المرأة عندما يموت زوجها يبدأ ان تحرق معهم ان المرأة ممتهنة يعني غالبا هناك حالات اجهات ضخمة جدا اذا علمت بعض الاسر الهندية ان سيكون المولود انثى يعني في بعض الولايات قرابة كل الف ذكر امامه 90 بنت فقط ايضا على مستوى الاتساع الجغرافي بلد عدق يعني مساحتها قرابة 3 مليون كيلومتر مربع سواحل 7000 كيلومتر اقليم مشتعل افغانستان موجودة على الحدود باكستان بنجلادش قضية كشمير كل هذه التحديات الفكرية والثقافية والديمغرافية والعرقية والدينية ورغم ذلك الهند نجحت انها تكون دولة السبعة قصديا في العالم خليكم معنا الحلقة الجاية هنقول لكم بالضبط في نظري ما هو السر الذي نجحت فيه الهند ان تكون بهذه القوة رغم ضخامة هذه التحديات اللي احنا اتكلمنا فيها اشتركوا في القناة